الحاجة الوحيد من مغير العملي الحاجة الوحيد من الوحيد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى برنامج صوت الإنجيل عبر الفضائي الأرمي سلام المسيح معكم جميعا معكم خادم الرب الأخ عطى مخايل وصلاة الرب يكرمنا الليلة بجلسة حلوة حول شخصه الكريم مع كلمته المباركة وأنا حقيقة الليلة عندي ضيف كريم حبيب على قلبي جدا 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 يعني هذا الضيف أنا أحب كتير لأخوي الخدام ولكن هذا عنده معزي خاصة على قلبي ولحب أدمه لكم هو كأخ كبير لألي وكمرشد أيضا روحي لألي وأيضا كمعلم عظيم نتعلم منه فهذا الأخ المبارك هو الدكتور محب جابريال أهلا وسهلا فيك أخ محب أهلا أهلا وسهلا فيك على ديترويت أسكرك من أجل محبتك ونحن هنا شرف عظيم أنك تكون معنا في ديترويت تخدمنا في الكنيسة وتخدمنا أيضا عبر الفضائي الأرامي أسكرك من أجل محبتك وكتير الرب باركك اليوم بنعمة الرب عندنا موضوع كونه هو معلم لكلمة الله وكونه هو ضليع في كلمة الله عندنا موضوع بينطبق عليك قول الرب لموسى وقت اللي كان في محضر الله عندما كانت العلاي أتحترق وكان يقول له الرب لموسى اخلعنا عليك من رجليك لأن الأرض التي تقف عليها أرض مقدسة فموضوعنا الليلة بعنوان المسيح الرئيس المسيح الرئيس وهذا الموضوع حقيقة مش لح ينتهي اليوم بهالجلسة لح نحكي أول ثلاثة هو ثمان نقاط ثمان نقاط لح نبحثهم مع بعضنا البعض مع الأخ محب نسمع شو بيعلمنا الرب من خلال خادمه الأخ محب دكتور محب ومن ثم نتلقى اتصالاتكم مقسوم البرنامج إلى قسمان اليوم بنعمة الرب ننتهي الساعة 12 وبكرة أيضا منكمل الموضوع الساعة 8 للساعة 9 ونص نهار غد الأربعاء بنعمة الرب انتقلنا الرب في مجيئه وسمح نكون موجودين في هذا العالم فموضوعنا اليوم المسيح الرئيس وأول ثلاثة نقاط لح نبحثهم مع بعض اليوم بكرة عنا خمس نقاط بنعمة الرب أول ثلاثة نقاط تحت عنوان رئيس الخلاص ومن ثم رئيس الإيمان ومن ثم رئيس الحياة رئيس الخلاص رئيس الإيمان ورئيس الحياة وحية هذا الأمر هذا العنوان المسيح الرئيس أعطى الوحي الإلهي لإشعية لكي يدون لنا على صفحات الكتاب في إشعية الصحة التاسع وتقول كلمة الله لأنه يولد لنا ولد ونعتى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فمنشوف عوني لأنه يولد لنا ولد ونعتى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه الرئاسة تكون على كتفه أخ محب نحن اليوم موضوع شيق جدا أول واحدة سيستفيد منه أنا كلنا سنبسط فيه سيستفيد منه أنا والنقطة الأولى تحت عنوان رئيس الخلاص رئيس الخلاص قبل ما ندخل برئيس الخلاص تعطينا شو الرب يعطيك على فمك نسمعه رئيس الخلاص عم بيحكي عن الخلاص قبل ما نتكمل رئيس الخلاص هناخد الآية اللي هي هنقول بيها سفر أعمال الرسل الصحيح الخامس عدد 30 إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشب هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفر خطاك فموضوع هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا يعني عنواننا أو عنوان أول نقطة منها 8 نقطة رئيس الخلاص يعني بدي أسألك في يعني الكتاب مقدس كله مبني على هالنقطة الوحدة الخلاص هذه الآية ذكرت في عبرانين 2 عدد 10 طيب خليك معي شوية رئيس الخلاص يعني محور الكتاب كله بيدور حول كلمة الخلاص أيوة يعني إذا ما فيش خلاص وشو بدنا الكتاب مقدس مزبوط مزبوط طيب الخلاص في فئة من الناس تؤمن أنه الخلاص بالأعمال وفي فئة من الناس تؤمن الخلاص بالإيمان بالنعم وفي فئة من الخلاص تؤمن أنه الخلاص بالأعمال وبالإيمان فشو قالوا علاقة هذه الثلاث فئات شو قالوا علاقة بموضوع موضوعنا عن الخلاص الليلي كرئيس الخلاص هل الخلاص بالإيمان هل خلاص بالأعمال هل خلاص بالإيمان وبالأعمال سواء هنرد على النقطة دي بعد ما نجيب بالآية اللي بتقول إنه هو رئيس الخلاص نعم فضل ذكرت في عبرانين اتنين عدد عشر يقول لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو قاتن بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام فرئيس الخلاص يعني رئيس الخلاص يعني معط الخلاص وواهب الخلاص المخلص الوحيد والخلاص هو بالنعمة فقط وليس بالأعمال في أفسس اتنين يقول بالنعمة أنتم مخلصون لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد في رسالة تموسى الستانية الإصاحية الأول وعدد تسعة يقول الذي خلصنا ودعانا دعواتا مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بوسطة الإنجيل من أجل ذلك في تيتوس 2 يقول لأننا كنا نحن أيضا قبلا أخبياء غير طائعين ضلين مستعبدين لشهوات ولزات مختلفة عائشين في الخبس والحسد ممقطين مبغضين بعضنا بعضا لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا يا أخ عاطل حبيب الخلاص بالنعمة وليس بالأعمال نعم يعني طيب هلأ بدي سألك سؤال تفضل الإنسان المؤمن بالنعمة اللي منقول بالنعمة إزاي بالنعمة إزاي بالنعمة وليس بالأعمال بالنعمة لأن العمل اللي أكمله على الرب يسوع المسيح على الصليب اللي هو الفداء نتيجة عمل الفداء انسكبت يا نبيع النعمة وقدمت لنا الخلاص مجانا وما علينا إلا أن نمدي يد الإيمان ونقبل هذه العطية عطية الخلاص أساس الخلاص موت الرب يسوع المسيح وحينما مات على الصليب انفجرت أو انسكبت يا نبيع النعمة مقدمة لكل العالم وإحنا إذا أردنا أن نخلص نقبل هذه النعمة بالإيمان لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتقر أحد أمين طيب عندي سؤال فطر بأعمال رسل بيقول هالكلمات ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم مين يسوع اسم يسوع طيب كم نوع خلاص هل هناك هل هناك عدة فئات للخلاص عدة مفاهيم للخلاص عدة حقبات للخلاص طيب قبل ما نتكلم فيدي هنتكلم مين اللي أعلن لنا الخلاص نعم الرب يسوع المسيح له كل المجد قال كده لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص بل يخلص به العالم دي في يحنى 3 لكن في يحنى 12 يقول لأني لم أتي لأدين العالم بل أخلص العالم وفي بيت زكا العشار يقول لأني ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك علشان كده يقول أنا هو الباب إن دخل بي أحد في يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا فهو المخلص الوحيد جاء بطرس الرسول قال وليس بأحد غيره الخلاص أعمال أربعة لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص وجاء الغغالي والعزيز بولوس الرسول في رسالة تموساوس الأولى الصحة الأول عدد 15 يقول صادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا وجاء يحنى الحبيب في واحد يحنى أربعة عدد 14 يقول ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصاً للعالم من اعترف أن يسوع المسيح هو ابن الله فالله يثبت فيه وهوف الله حتى أن الرب يسوع المسيح له كل المجد لما ذهب إلى مدينة السامريين وقعد فيها يومين طبعاً ناله الخلاص فراح قاله للمرأة السامري هذه الكلمات لسنا بعد نؤمن بسبب كلامك لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم هو مخلص العالم علشان كده المهم الآية الخطيرة جداً اللي مذكورة في عبرين الاثنين فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به وتثبت لنا من اللي لدينا سمع الرب تكلم به فيه في بيت زكى العشار اليوم حصل خلاص لهذا البيت ابن الإنسان قد جاء لك يطلب ويخلص ما قد هلك اتكلم به في بيت سمعان الفريس يقول للمرأة الخاطئة اذهبي بسلام إيمانك خلصك يقول للأبرس اللي جاله عشر رجال بورس لما الرب شفاه إيمانك خلصك فالرب هو تكلم عن هذا الخلاص عشان كده كيف ننجو هذا السؤال مالوش إجابة مفيش نجاح الذي هم من الخلاص فقط هلك هلاجاً أبدياً يعني كل شخص عم بيسمعنا الآن ما عندهش عزر لأنه الخلاص مقدم له مجاناً من خلال عمل المسيح وسفك دمه هناك الطاهر الغالي على الصليب وقدمه لنا بالنعمة وكل ما يتطلب الأمر أن يأخذ يمد يد الإيمان وينال هذا الخلاص ويأخذه لنفسه وهذا الخلاص الآن يعني هذه أول خطوة في الخلاص طيب في خطوة تانية الخلاص الخلاص عشان نفهمه أكتر له تلت مراحل في الماضي في الحاضر وإحنا قاعدين دلوقتي وفي المستقبل فالماضي عندما تطلب الرب وتقبل عمله الكفاري الكامل لعمله على الصليب اللي حكيته حضرتك قبل شهور يعني عندما ننظر إلى الصليب ونرى ما عمل هناك على الصليب من ألفين سنة باتخذ هذا الأمر من أجل أنا شخصيا أمد يد الإيمان وأخبره فأنا للخلاص عندما يتم الخلاص يحدث في الماضي خلاص تم الخلاص هنقول خلاص في الماضي ماذا يعني يعني خلاص من أجرة الخطية التي يموت خلاص من الموت الأبدي خلاص من الدينون الأبدية خلاص من الطرحة في الوقائد الأبدية عشان كده نقول لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح السؤال الذي خلصنا فعل ماضي ودعانا دعواتا مخدسة لا بمختاض أعمالنا بل بمختاض الخصد والنعم عشان كتابولوس يقول في واحد كورونسوس واحد وعضل 18 يقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله بالنعمة أنتم مخلصون لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ذلك ليس منكم هو عطية الله مخلصون في الماضي فالخلص في الماضي من الموت الأبدي ومن الطرحة في الوقائد الأبدي ومن تسلط أو من عبر عبرت عنا دينون جهنم خلاص هل نفي الخلاص الخطوة الثانية في الخلاص خلاص دلوقتي في الحاضر وإحنا قاعدين الخلاص الآن لأن حينما يولد الإنسان بتظل فيه الطبيعة السخطة يسميها الكتاب الجسد أو الطبيعة السخطة الخطرية الساكنة فينا نسميها أيضا بتعبير آخر فداء أرواحنا مهدي اللي هنتكلم عنه لسه فما زالت فينا طبيعة الخطوية من اللي خلاصني من سلطان الخطوية الرب يسوع المسيح مكتوب كده في عبرانين سبعة خمسة وعشرين فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به الرلا إذا هو حي في كل حين يشفع فيه عشان كده يقول نموس روح الحياة في المسيح قد أعتقني من نموس الخطوية والموت يبقى يخلصني من سلطان الخطوية عشان كده يقول من تسلط الخطوية على stats مع أنه أنا صرت انسانين أنا صرت عندي طبيعتين الطبيعة الساقطة القديمة أيوة والطبيعة الجديدة يلي هي بسكن الروح القدس في فصار في حرب في داخل صار في حرب بين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة يعني بيقول اسلكوا في الروح فلا تكملوا لأن الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد فإذا ما نشوف هون أنه كوني أنا إنسان مخلص قلصت في الماضي خلص تم الخلاص ولكن بعد الطبيعة القديمة وين موجودة في مشايك فالرب بيديني قوة وميت أعمال الجسد فهون بتجي الخطوة الثانية في الخلاص وهي أنه حتى لو المؤمن سبك وأخذ في زلة أو في خطيئة ما قلاش سلطان علي ما قلاش سلطان علي هذه تاني خطوة في الخلاص الخطوة الثالثة ودي أهم خطوة بدي ركز عليها بولوس بيقول أو كاتب رسالة العبرانين بيقول لا أعود أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد هل تنطبق هذه الآية على الخطوة الثانية في الخلاص لا لا دي مع الغفران أنه بيغفر خطايانا إلى الأبد بس اسمع لي مزبوط التعبير بيقول لك لا أعود أذكر خطاياهم في الماضي وتعدياتهم المستقبلي يعني يتعدى الحدود ممكن يعني من سلطان الخطية أيوة عم بحكي عن سلطان الخطية الخطوة الثانية في الخلاص فهل هذا بنسميه أيضا فينا نسبيه بتعبير اللهوتي بتعبير الكتاب فداء أرواحنا لا دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هو خلاص الأجساد أيوة خطوة الثالثة في الخطوة الخطوة الثالثة نعم إحنا دلوقتي فينا الجسد هذا الجسد الترابي ده جسد قابل للفناء لكن الرب يسوع المسيح لما يجي في المجيء التاني هيخلصنا من هذا الجسد ويغير شكل جسد توضعنا ليكون على صورة جسد مجد هيدينا الأجساد ممجد ودي ذكرت في أربع موضع هقول لهم واحد اتنين تلاتة اربعة أول موضع في رسالة روميا لساعة 13 الأعداد الأخيرة يقول هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيخز من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب بما كان حين أمن أنا خلاص ده اللي هو خلاص الأجساد اللي بعد كده مذكور في فيليبي ثلاثة عدد عشرين يقول فإن سيرتنا نحن أو الستيزنشيب هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد توضعنا ليكون على صورة جسد مجد بحسب استطاعاته أن يخضع لنفسه كل شيء أنا أقف نقطة صغيرة يعني هي على صورة جسد مجد لما نشوف الرب يسوع المسيح لما صعد على جابل التجلي وتغيرت هيئاته قدام التلاميذ بتوع بطرس ويعقوب يحنى وأضاء واجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور ده بيسميه الكتاب ترانسفيجوريشن اللي هو التجلي نفس المنظر بتاع التجلي المجد اللي ظهر فيه الرب يسوع المسيح هكذا هتكون أجسدنا الممجدة سيغير شكل الجسد توضعنا ليكون على صورة جسد مجد الموضع التالت عبرانين تسعة الأعداد الأخيرة يقوله وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطيئة أي بلا ذبيحة خطيئة للخلاص للذين ينتظرون يبقى فيه خلاص لسه خلاص الأمجاد خلاص الأكساد آخر موضع في واحد بطرس واحد عدد خمس أنتم الذين بقوة الله محرصون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلم في الزمان الأخير يبقى فيه خلاص في الماضي خلاص في الحاضر من السلطان الخلطية وخلاص في المستقبل اللي هو تمجيد الأجساد أو فداء الأجساد اللي هو سيغير شكل الجسد توضعنا ليكون على صورة جسد مجد نخلص من هذا العالم وبيعطينا الأجساد المصممة الممجد المصممة خاصة للحياة الأبدي للحال الأبدي أمين ولكن تعرف أخ محب بينفهم أوقات أنه طالما أنا مخلص يعني أنا خلصت مرة مرة إلى الأبد قبلت عمل المسيح وخلاص يعني تم الخلاص هللويا نشكر الله وأيضا أنا في الوقت الحاضر ما فيش سلطان للخطية علي وجاي الرب عن قريب لكي يفدي جسدي يعطيني جسد ممجد لكي أستطيع من خلال هذا الجسد أن أعيش الحياة الأبدية في الحياة الأبدية يعني يلا طالما أنا جددت وتمددت وانتهى الأمر ويلا أنا عيشت زي ما بدي نو أيوة ركز لي على النقطة الله يبط عليك فيه يوجد تقديب للمؤمن اللي ماشي بمزاجه نعم اللي مش ماشي بحسب الحق الإله طيب معقول يكون إنسان مؤمن نعم ومخلص ومفدي وماشي على طول في العسيان هاي إن كان مؤمن حقيقي لابد الرب يقدبه وتسمعني عن التأليف دي والله يعلم اللذين هم لا المؤمن اللي عايز يمشي بقى بمزاجه كده أو يخطئ أو يستمرئ الخطيئة ويعيش في الخطيئة يقول له الكتاب كده في عبرين 12 وقد نسيتم الوعز الذي يخطبكم كالبنين يا ابني لا تحتخر تقديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحبه الرب يقدبه ويجلد كل إنسان كل ابن لا يقبله علشان كده إن كنتم تحتملون التقديب يعملكم الله كالبنين ولكن إن كنتم بلا تقديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون يعني أبناء غير شرعين ثم كان لنا أبناء أباء كسرين مؤدبين وكنا نهابهم أفلنخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا لأن أولئك قدبون أياما قليلة حسب استحسانهم أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك نحن في قداسك ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن ولكن أخيرا يعطي الذين يتدربون به سمر برر السلام إذا في تأكيد للخلاص يعني وفي ضمان أبدي للمؤمن أيوة في خلاصه حيدي ما أنا رخصة لأله لكي يسلك في الشر والخطي وفي العسيان ولكن فرصة لأله لكي يعزم هذه النعمة اللي التقد فيه في وسط الطريق وخلصته أمين ونحكم على نفسنا لأننا لو كنا حكمنا على ما أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندام لكي لا ندام لكي لا ندام هذه أول نقطة في موضوعنا المسيح الرئيس اسمعنا أنه الرب مزخر لك من خلال عمله هناك على صليب الجلجسة مزخر لك خلاص ثمين جدا هذا الخلاص على استعداد الرب يخلصك مرة وإلى الأبد والأمر بيتم نهائيا وابتكون محزوم مع الرب بحزمة الحياة الأبدي وثانيا بعد ما تقبل هذا الخلاص وتقبل عمل المسيح وتمشي في مشوار الإيمان بعدك في هذا الجسد لابد ما الإنسان يخور في الطريق يسقط في الطريق ولكن بيقول لك الكتاب لا أعود أذكر خطياهم وتعدياتهم فيما بعد فهذا الخلاص الآن الخلاص من سلطة الخطي الخطيئة ما بقى له سلطان علينا حتى لو سقط اللي بقول حتى هو لو سقط ما تفهمنيش أني عم شجعك على السقوط وعلى العسيان ولكن حتى لو سقط يعني سهوا المؤمن لا يتصرف عمدا بأن يسنب في الشر بالخطيئة المؤمن الحقيقي بيسقط ولكن سهوا بدون سابق قصد وتصميم فإذا صادف وصار هذا الأمر مع المؤمن هذا بيقول كتاب ما علاش خطيئة ما علاش سلطان عليك برجع بتوب وبانطلط بمسير جديد مع الرب وأخيرا سيأتي الرب عن قريب لكي يفدي أجسادنا يعطينا الجسد الممجد لكي نستطيع النقضي في الحياة الأبدية مع الرب أمين فمن فضلك إذا هذه الكلمة لمست قلبك ومش عارف كنت حالك إذا كنت مخلص أو لا الفرصة مؤاتية الآن أنك تطلب خلاص نفسك يقول يا رب رحمني أنا عبدك الخاطئ خلصني يا رب نسامحني على الماضي أنا جاي مسلمك حياتي اقبلني يا رب أمين فمننتقل الآن إلى النقطة الثانية دكتور محب دكتور محب عندي النقطة الثانية رئيس الإيمان رئيس الإيمان المسيح الرئيس هو رئيس الإيمان هذه ذكرت في عبرانين 12 في الأعداد الأول عفوا معلاش لأنه في أنواع إيمان كثيرة في إيمان شياطين مثلا أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين شو يؤمنون ويكشعرون طب هنقول أنواع الإيمان بعدما أقول الآية أيوة فلح نشوف يعني لأنه في كتير ناس يقول عن نفسهم مؤمنين حتى في غير مسيحيين يقول عن نفسهم مؤمنين فخلينا نوضح كيف المسيح هو رئيس الإيمان وعن أي إيمان عم يتحدث الأول الآية في عبرانين 12 الأعداد الأولى نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهين بالخز فجلس فيه مين عرش الله وإجابة لسؤالك أخ عطا الإيمان يوجد أربع أنواع من الإيمان الإيمان الخلاصي إيمان الثقة الإيمان المسلم مرة للقدسين الإيمان العامل بالمحب همر عليهم مر الكرام الإيمان الخلاصي اللي هو آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وقه لبيتك الإيمان الخلاصي اللي هو بيضع ثقته في الرب يسوع وهنتكلم عليه بالتفصيل تاني إيمان إيمان الثقة إحنا كمؤمنين لازم يكون عندنا إيمان الثقة لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجزل الذين يطلبون أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور اللاتور يعني الثقة أثق في حكتين أثق في أمانة الله أن يتمم مواعيده أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا لأنه ليس الله إنسانا فيجزب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفقي أثق في أمانة الله أن يتمم مواعيده أمين ولذلك أنا بحفظ ناس كتير الآية المذكورة حسخيال 12 يقول لأني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أتكلم بها تكون لا تطول بعد أقول الكلمة وأجريه يبقى إيمان الثقة الذي يثق في أمانة الله أنه يتمم مواعيده وإيمان الثقة الذي يثق في قدرة الله قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر اسم الرب يسوع القادر اسمه كده القادر أن يحفزكم غير عاترين ويخفهم أمامك دوبيلعيف في الابتهاج القادر أن يفعل فوقه كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا أنا علم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفز وديعتي يبقى إيمان الثقة الذي يثق في أمانة الله أنه يتمم مواعيده والذي يخفي قدرة الله أنه ينفذ ما وعد به الإيمان الثالث الإيمان المسلم مرة للقدسين ده مجموعة الحقائق الكتابي أما أنتم أيها الأحباء ابن أنفسكم على إيمانكم الأقدس اضطررت أن أكتب إليكم عن الإيمان في رسالة يهوز المسلم مرة للقدسين ده يسميها في رسالة تيموسوس الوديع الصالحة يعني إيه لما إيمان مسلم مرة للقدسين مجموعة الحقائق الكتابي الإلهية يعني نؤمن بلهوت المسيح نؤمن بالثالوث الأقدس نؤمن بتجسد ابن الله نؤمن بمجيء الرب يسوع المسيح التاني نؤمن بالاختطاف نؤمن بالملك الألفي كل الحقائق دي اسمها الإيمان المسلم مرة للقدسين ورابع نوع من الإيمان اللي هو الإيمان العامل بالمحب الإيمان لازم يكون له صمار وزي ما حضرتك قلت في بداية الكلام في إيمان شياطين دون ما بيعملوش حاجة لكن الإيمان لازم يبقى له ثمر من ثمارهم من ثمارهم أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني أمين أمين وحياة باختصار هالأربع أنواع الإيمان اللي ذكرتم بحطتم بأي وحدة مثل ما بقول بولوس الرسول بولوس في رسالة رومي صح العاشر الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله كل التوايف وكل الديانات بتقول نحن مؤمنين أيوة مؤمنين بحسب قواعد أو بحسب دستير بشري وضعوها أيوة ولكن الرب بقول الإيمان بالخبر يعني خبر تسمعه وهذا الخبر مبني على شو على كلمة الله الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله تفضل قبل ما تكلم عن الإيمان أخذ بس آيات سغنانة اتكلمه على أن المسيح رئيس الإيمان مثلا في يحنى 3 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح ينجو من الدينون الأبدية الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية يحنى 33 والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله ولو تصفحنا إنجيل يحنى همر عليها برضو مر الكرام لنجد أن كل إصحاح بيتكلم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح خذ مثلا إصحاح تعالى 5 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتخل من الموت إلى الحياة في يحنى 6 كله بيتكلم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعتش أبد هذه مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير وأخطر آية يعني من الآيات الخطيرة يحنى 6 عدد 47 الحق الحق أقول لكم من يؤمن به فلاه حياة أبدية ولاحظ يا أخ عطى كلمة من يؤمن بي ودي هركز عليها في الكلمة اللي هقولها مثلا وقف الرب يسوع المسيح في اليوم الأخير العظيم من العيد يحنى 7 37 ونادى قائلا مش 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 تكلم لا نادى نادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إليه واشا من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مأحي قال هذا عن الروح الخدس لما نيجي يحنى 8 اللي هي أخطر آية فعلا في الكتاب الحق أقول لكم لأنكم إن لم تؤمنوا به تموتون في خطاياكم هذه علت بقى الموت الأبدي هذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شهير لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم ممكن نقولها كمان مرة لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم يعني كلمة أنا هو دي خيلت عن الله في العهد القديم قال عن نفسه أنا هو لما ناخد كده أشعياء 43 عدد عشرة أنتم شهود يقولوا الرب وعبد الذي اخترته لكي تعرفه وتؤمن به وتفهمه إني أنا هو فالرب يسوع المسيح أعلن عن نفسه أنا هو أنا هو الألف والياء سبع مرات آلها بيحنة نعم سبع مرات آلها بيحنة سبع مرات أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الباب أنا هو الباب أنا هو الرعي الصالح أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الكرم الحقي لكن يقول عن نفسه في رؤية واحد. أنا هو الألف والياء. البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. ولذلك الرب يطلبنا بالإيمان. إحنا قلنا إن لم تؤمنوا أني أنا هو الباب الوحيد والطريق الوحيد والفادي الوحيد والوسيط الوحيد والمخلص الوحيد والإله الوحيد. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه في ذلك عن الجميع الرب بيطلبنا بالإيمان نعرف منين يحنى تسعة لما فت عينين الأعمى سمع أنهم أخرجوه خارجه. فوجدوا قال له تعالى هم. أتؤمن بابن الله. قال له من هو يا سيد لأؤمن به. قال له قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. قال له أؤمن يا سيد وسجد له. أمين. فالرب يطلبنا بالإيمان. عشان كده قال لمارسة. أمين. الإيمان في شخص هو. تخص هو. أنه هو الله المتجسد. أنا هو القيامة والحياة. من آمن به ولو مات فسيحيا. وكل من كان حيا وآمن به فلن يموت إلى الأبد. تتذكر وقت قالوا له في يوحنى وقت يجعوا على بستانج السماني. أي. قال له من تطلبون. لما الآن هو رجعه وزوى الصخر. لما ارتين سقطوا على الأرض لمن قال أنا هو. لأنه في محضر الله يهو الله. إنسان ما فيش يوقف أبدا. تتذكر وقت اللي موسى قال له. بدروع بني إسرائيل يسألوني. ما اسمك؟ أنا أهيا الذي أهيا. أيام هو أيام. أنا هو. أهيا بالعبرة. يعني أنا هو. أنا هو. والرسوع سبع مرات ربنا الحبيب قال أنا هو. أنا هو. واليهود بيعرفوا أنه كلمة أنا هو ممنوع حدا يلفظة. يعني يهو. ممنوع حدا يلفظة. لأنه اسم يهو. اسم الله. عنده سبع أسماء. ألوهيم. أدناي. أدنيم. ألشداي. أهيا. يهو. فمنشوفه. دي سبع اسماء لالله. واحد منهم اسمه. يا أنا أهيا الذي أهيا. أنا هو. أمين. أمين. الغرض يا أخ عاطة. من كتابة إنجيل يحنى. في يحنى عشرين في الآخر. يقول آيات أخر كثيرة صنعها يسوع. لم تكتب. في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت. لتؤمنوا أن يسوع. والمسيح ابن الله. ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياتا بإسمه. عشان كده جاء بطرس الرسول في بيت كارنيليس. يقول له يشهد جميع الأنبياء. أن كل من يؤمن به ينال بإسمه. ينال بإسمه. غفران الخطاة. أمين. لا بس قبل نقطة واحدة. لما الرب تخابل مع شاول الترسوس اللي هو بقى بولوس. قال له بولوس عزيزة حاجة واحدة. أرسلك إلى الأمم. ليه يا رب. لتفتح عينهم. كي يرجعوا من ظلمات إلى نور. ومن سلطان الشيطان إلى الله. حتى ينالوا بالإيمان به. غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسة. أمين. أمين. عزيزي المشاهد. حقيقة جينا للنقطة الثانية. وانتهينا منها. المسيح رئيس الإيمان. يمكن تكون من أتباع إيمان معين. من طائفة معينة. إن كانت مسيحية أو غير مسيحية. وبتدعي أنك مؤمن. كويس من حقك هذا الأمر. أنك تقول أنا مؤمن. يمكن أن أنت مؤمن بعقيدة طائفتك. ويمكن مؤمن بعقيدة ديانتك. اللي أنت متبعها. ولكن هل هذا الإيمان يلي باني حضرتك على طائفتك أو على ديانتك. هل هذا الإيمان هو الذي يتفق مع كلمة الله في الكتاب المقدس. هذا اللي لازم تراجع حساباتك من نحوه. إذا كنت عن نفسك أنك مؤمن. أنت كيف مؤمن؟. سمعنا آية حلوة مباركة. الإيمان بالخبر. والخبر فقط فقط بكلمة الله. أي كلمة. الكلمة المدونة لنا في الكتاب المقدس. فهذا الكتاب المبارك حقيقة هو قاعدة إيماننا. هو دستور حياتنا اللي لازم نحن نبني إيماننا عليه. إذا كنت حضرتك أو حضرتك بتقول عن نفسك مؤمن. راجع حساباتك. وأفوق في التأمل اليوم. بينك وبين نفسك. وحقيقة قيس إيمانك على ما سمعته اليوم من الأخ الحبيب الفاضل دكتور محب. هل يتفق مع إيمان الكتاب؟ هل يتفق مع ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس؟ إذا بيتفق نيالك. إذا بيتفقش. الأمر يتطلب مراجعة حسابات. ونحن موجودين لكي نساعدك في هذا البرنامج. لكي تخطي قطوة الإيمان هذه. المرضية عند الله. الإيمان. هذا الإيمان يقول عنه الكتاب المسلم مرة للقدسين. الإيمان الأقدس. الذي تسلمناه صافي ونقي ومن رجالات الله العظام الذي دونوا لنا هذه الكلمات على صفحات الكتاب المقدس. يقول له التي متاوس كما ذكر الأخ الحبيب احفظ الوديعة الصالحة. هي وديعة صالحة. الوديعة يعني الأمان الرب أمننا إياها. أعطانا إياها هي كلمة الله. أمين؟ طيب دكتور محب. طيب يا أخ عطم على الشيء. قبل ما ننتقل للنقطة دي. هقول ما معنى الإيمان بالرب يسوء المسيح. لو سألت أي واحد مسيحي هيقولك أنا مؤمن بالمسيح. لكن ما معنى الإيمان بالمسيح. هقوله في عجالة يعني. الإيمان بالمسيح يعني الآتي. تضل. أولا الإيمان بشخصه. الإيمان بلهوته. ولا نسوته أي تجسده. تاني حاجة الإيمان بعمله الكامل على الصليب. أول حاجة الإيمان بشخصه. الإيمان بلهوته. لازم أؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. أؤمن بلهوت المسيح. نعم. هنقول تاني الإيمان بشخصه. لهوته ونسوته. نعم. ثم الإيمان بعمله الكامل على الصليب. الإيمان بلهوته. لازم أؤمن أن المسيح هو الله ظاهرا في الجسد. عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله الإيمان بلاوت عشان كده يقول في عبراني واحد أما عن الإب كرسيك أو عرشك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامك قضيب ملكك أحببت البر وأبغطت الإث من أجل ذلك مسعك الله إلاءك بدهن الابتهاج الإيمان بلاوت المسيح عشان كده الكتاب يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة يعني مصدر كل خليقة الذي إسكان في صورة الله الإيمان بلاوت المسيح ثم الإيمان بتجسده أو بنسوته في ناس تؤمن باللهوت ولا تؤمن بالنسوت وده غلط لازم اللهوت والنسوت الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كامل وحيد من الآب مبلوءا نعمة وحق عشان كده الإيمان بتجسده أو بنسوته مذكور كده في غلطية ما عشان خلص دي غلطية أربعة ده أربعة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس وفي رسالة فيليبي صاحة نين يقول كده كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودين يبقى الإيمان بشخصه لهوته ونسوته لكن حاجة تانية الإيمان بعمل الكامل عصلي أي الإيمان بدم يسوع الذي يطهر من كل خطية الإيمان بالفداء الذي بربنا يسوع المسيح الإيمان بكفارة المسيح الإيمان بزبيحة المسيح لأن في صحنا أيضا المسيح قد زبح لأجلنا ولو اتكلمنا عن هذا أمين يا أخي محب أخي دهمنا الوقت خلينا ننتقل ناخد اتصال ومن ثم نكمل نقطتنا الثالثة قالوا تفضل مع أبو كمال تفضل أبو كمال تفضل حبيبي أبو كمال أنت على الهوى أنا سعى معك أخي أخي تفضل حبيبي ربي باركك شكرا وشعياتي لدكتور محب بورس الرسول يقول يا أخوتي لا تخطعوا فإن أخطع واحد منكم فلنا شفيع عند الله ربنا يسوع المسيح طبعا نحن نعرف أنه عندما عندنا شفيع إلا يسوع المسيح والناس يقولون أنه القديسين هما يشوفوا لا 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 والسؤال الثاني يقول حتى الشياطين تؤبروا وتخشار ولكن هم مو مؤمنين هم الشياطين يعني يعرفون من الجلد إلى الجلد أبو كمال ذكرناهم كلهم إلنا نحن في إيمان اسمه إيمان شياطين يعني حتى الشياطين تؤمن هذا إيمان يعني مش كل واحد يقول عن نفسه مؤمن يعني مؤمن حتى اللي يقول إذا لا تؤمن أن الله واحد يعني أنت مش مؤمن نحن بيقول لك أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويكشعرون وحقيقة نحن في سلوكنا في هذا العالم كما ذكر الأخ محب قبل شوي نحن قد تزل أقدامنا قد نسقط قد نتراجع قد نخور في الطريق قد نرتد إلى الوراء ولكن لنا شفيع واحد عند الله الآب هو يسوع المسيح ربنا له كل المجد معك حق وهذا دمن ضمانة حياتنا الأبدية المؤمن المخلص مخلص مره إلى الأبد وهذا المؤمن لازم ينبغي أن يسلك بالقداسة العملية وإلا كما ذكر الأخ الحبيب الله يعلم لذين له إذا كان مؤمن حقيقي وسالك في عدم ترتيب لا بد ما هناك تأديب في حياته أمين خطر يا ربي بارك خطر كثير من الناس يقولون نحن نؤمن أن المسيح هو بس ما يمنون أنهم كثير منهم هم مسيحين بس ما يمنون أن المسيح هو الله ما نحن ذكرنا قبل شوي إن كنت من طائفة مسيحية أو من ديانة أخرى ففي أنواع مسيحيين مبانين إيمانهم على عقائد بشرية ولكن هل مبني هذا الإيمان على كلمة الله هذا بيرجع ألهم يراجعوا حساباتهم في هذه الناحية أمين يا أخ عطى نعم هو بيقول بولوس الرسول قال لنا شفيع يعني يحن الأولى سححة الثانية نعم تعيب أبو كميل شكرا مين معي أيها مساء خير أهلا سعاد تفضلي أختي ربي بارككم أنتوا الاثنين وأنا عندي سؤال واحد ممكن أسأله تفضلي أختي سعاد لما كنتوا في الأول بتتكلموا على الخلاص وبعدين قلتم في خلاص ماضي وحادث ومستقبل صح نعم صحيح في ثلاث خطوات للخلاص تفضلي السؤال واحد هل ممكن بدل ما نقول ماضي وحادث ومستقبل نقول هو خلاص الروح وخلاص النفس وخلاص الجسد لأن البني آدم بيبقى روح ونفس وجسد فهل ممكن نقول خلاص الروح اللي هو أول حاجة لما يقول الإرحم يا رب أنا خاطئ يقبلني يسوع تعالى في قلبي ويبقى ده خلاص الروح ومن هنا يجي لا دينونة على الإنسان اللي هو رمية ثمانية يعني لو الواحد مات حيروح هذا ما نسميه فداء أرواحنا هذا لحظة إيمانك في الرب يسوع المسيح وعملوا الكفار على الصليب يفدي روحك نعم أمين ولكن النفس لا تفدى لأن النفس هي عطية من الله الحيوان عنده نفس الإنسان عنده نفس كلنا عندنا نفس مشاك فكلنا عندنا نفس يا عزيزتي يتخلص إلا لما يجي يوم الاختصاص يفضل بقى الرب يفضل تفضل أخ محب لحي جاءه بك وإن إحنا نسلم له نسلم له إرادتنا بالكامل ونعيش له تماما نهائيا معاه فنفضل شوية بشوية وهو يفضل بص يا أخت سعاد أخت سعاد أخت ممكن نقول ده خلاص أخت سعاد إحنا قلنا خلاص في الماضي لأن الكتاب يعلمنا الذي خلصنا فإن كلمة الصليب عند الهالكين يا جهالة أما عندنا نحن المخلصين قد نلنا الخلاص فده خلاص في الماضي وفي الحاضر عشان من سلطان الخطيئة اللي بتسود على الإنسان وفي المستقبل خلاص الأجساد في ده أجسادنا أو تمجيد أجسادنا يا أوكي شكرا يا أخت سعاد ناخد اتصال آخر خالد تفضل حبيبي أخ خالد تفضل هلو أخ خالد انتعال هوا تفضل طيب يبدو انقطع الخط هلو أخ عطا هلو تفضل مين معي معك خالد هلو خالد كيفك حبيبي نشكر الرب سلام المسيح معك والأخ محب الرب باركك أخ خالد الحمدل على سلامتك من المؤتمر إن شاء الله تباركت هناك وباركت لي كانوا معك المؤتمر نشكر الرب رب باركنا أكتر ما نحن منستاهل حقيقة أمين أخ عطا أخ عطا في عندي سؤال أنا وريم عدين عم نسمعكم هلأ أنت ودكتور محب والرب بارككم على الصحرة الروحية اللي عم تعاملون إياها أنت شكرا لكم كتير حكيت عن عن الرب أخ محب حكى أنه الرب يقدم المؤمن فهل يا ترى الرب كمان بيقدم بيقدم الإنسان غير المؤمن ممكن يقدبه وليش بيقدبه طيب أخ محب لحي جاوبك شكرا معينك شكرا أخ عطا نراح سكر واسمعك الرب بيقدم المؤمنين لكن الشرير يقول عنه الكتاب يتوفى قبل يومه وسعفه لا يخضر الأشرار ينصفون أيامهم يعني بس ما يماشي هيقدبه زي ما يكون أنت عندك إب وأخطأ بتقدبه لكن الولد اللي في الشارع اللي مش في الشارع وبيعمل خطيئة مالك وماله سايبهم الرب هذا بانتظار الدينون الأبدية ناخد اتصال وسام ألو أخوي سام تفضل روجي روجي أهلا روجي إيه مثلا خير أخ عطا أحب أسألك سؤال عمون فضلك الحكم الألف اللي هيكون على الأرض لألف سنة هو على الأرض هيكون ما هيك والسؤال التاني كان اللي أخي عم بقول أنه فيه ناس هيمروا بدون يلاقوا الموت معناته نحن الأشخاص الطيبين إذا ما يجي يسوع المسيح حلق نحن هنمر عن نظام جديد وحنحكم معه بالحكم الألف بدون من موت وشكرا روجي أنت نعرفك أنت بكاليفورنيا أنا بأطوة أهلا فيك يا روجي يا حبيبي أخ محب تفضل أنت مسمعت الحلقة اللي عملتها أسبوع الماضي التلات الماضي لا صراحة هل لك يتعم بإسمار أولا فيه ناس مش هتموت اللي هم ساعة الاختطاف لما يجي الرب يسوع المسيح ليختطف المؤمنين يقول عنه في واحد سنينيك أربعة لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وابوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم في الصعوب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب فدول مش هشوفوا الموت خالص يقول عنهم يقول عنهم في واحد كورسوس 15 هو ده سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عادين بفساد وإحنا الأحياء بقى نتغير لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد الفاسد اللي الفاسد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت حين إذن تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلب ففي ناس مش هتشوف الموت ويريد إحنا نكون من هذه الناس ولأن الرب قرب يجي على السحاب وبنقول له أمين تعالى أيها الرب يسوء على المسيح أمين وعن الحكم الألفي بنفضلك حكم الألفي تفضل لحنحكم يمكن عدوه البرنامج لقلته الأسبوع الماضي عن الاختطاف والحكم الألفي عن الحكم الألفي لحنحكم مع المسيح حبيبي ولحنكون مع الرب ليش اسمه ملك الملوك ورب الأرباب عن أرض هون عن أرض لحنحكم نحن نحن ارتحنا من الأرض خالص بعد تنزلنا على الأرض يا رجي. بس في آية بتقول أنه الطيبين حيورسون الأرض. هاي دي يورسون الأرض. هاو دي المؤمنين اللي خلصوا في الضيقة العظيمة. هاو دي اللي حيورس الأرض لمدة ألف سنة لحيحكم عليهم. لحيعيشوا حكم سلام في الحكم الألف السعيد. فحبيبي طم من بالك. معلاش لحنكون مع الرب. ولحنكون عم نحكم مع الرب. هو لحيحط رجله على جبل سهيون. مركز قيادته لحيكون في أرشاليم. ولكن لحيحكم على من؟. لحيحكم على الأشخاص اللي ورثوا الأرض. أرض الموعد لمدة ألف سنة في الحكم الألف السعيد. أمين؟ أمين؟ أمين يا رجي. نأخذ رجله وسام. يا مساء الخير أخي عطا. مساء النور حبيبي. يا صار. آخر اليوم مشيت على الشغل بتاعي. أبو الشغل بتاعي كان يعني حساب بأنه حسسني السعب بأنه هو مو يعني شوية موزين يا رابد. سو عني خسارة الشغلي شنو طلعت فرحان. طلعت فرحان ما طلعت عفائج. تبدي صلاة من عندك ألغاني شغل ثاني بليس. وصلاة للعائلة بليس. ويسام لحنصلي لك بنهاية البرنامج لحطي لك اسمك من أجل عائلتك لحنصلي. ومن أجل أن الرب من أجل الرب يفتح أمامك الأبواب. والرب قادر الرب طيب. أمين يا ويسام. أمين. أمين. لحنصلي لك تكرم معانك حبيب. طيب عندي حدا بعد الخط. الفضائلة رمي تفضل. أيو أخي عاطة مساء الخير. مساء نور مين معي؟ مساء الخير دكتور محب. عندي سؤال للأخي عاطة بالأول. وبعدين في سؤال تاني صغير جدا للدكتور محب. مين حضرتك؟ الغالبين. من يغلب فسأعطيه أن ومن يغلب فسأعطيه أن. من هم الغالبين؟ السؤال التاني؟ السؤال التاني ده للدكتور محب. أنا الأخ عالي المصير أعتقد أنه فكرني. هللويا. أزيك. أهلا يا دكتور محب. أنا فرحان. شوفتك. الله يخليه. وأنا سبت نمرتي في الكنترول روم. لو سمحت تتكلمني علشان أنا مش خالص أسمع صوتك. الله يخليه. لأن أنت أول واحد إتقابلت معاه وكان لي سبب كان سبب بركة كبيرة لك. الله يخليه. بعد الإيمان كنت بتاخدني من اجتماع لاجتماع لاجتماع لقل لي أنا النهاردة تلميز والنهاردة تلميز وتكتب في كل المواعظ وكنت الحقيقة أثرت بهذا كثيرا وكان سبب بركة لها كثير. أشكرك أشكرك أخ عادل. وكان نفسي أكلمها وبرضا نفسي تديها التليفون بتاعي. ده ضروري. التليفون بتاعي موجود في وقلت لهم يدون الدكتور محب. مش أنت اللي كنت العقيد ولا المقدم. تمام. أخ عادل زيزاد تسمعك الآن. وام زيزاد تسمعك الآن. وأخ فول يسمعك الآن. كلهم يسمعوك. أهللويا. أهل. كنت بخدهم في المدارس الأحد معايا في إيدي كده في كيلو بطرة. أروح الصفح كل يوم جمعة وأخدهم في إيدي وهم لسه حيال صغيرين. الرب يبركك أخ عادل. أخذ نمرتك من كنترول روح. أيوة. يبقى كابتر خيرك. يبقى كابتر خيرك. سمع. خلينا نجاوب بس للأخ عادل. قد. عرفت سؤاله ليك؟ السؤال ما سألش السؤال. بقى راح عادل. أيوة أنا معاك. السؤال بتاعك أخ عادل. لا السؤال من يغلب وصع فيه أن يغلب معي. هذا سؤال للأخ عاطة. لا ما هو السؤال التاني بتاع الدكتور محبة أو زعرف فكرني ولا لا. لا فكرك. لا فكرك. الرب يبركك يا عادل. طيب أخ عادل تعرف في الديقة العظيمة. أنا الأسبوع الماضي عطايت خمس قيامات لحيقوموها المؤمنين. أول قيامة القيامة المسيح هو باكورة الراقدين. ثاني قيامة هي قيامة الراقدين في المسيح سيقومون أولا. ثالث قيامة هي تغيير أشساد المؤمنين في الاختطاف. رابع قيامة في الديقة العظيمة لحيطهد المسيح الكزاب أو النبي الكزاب والوحش لحيطهد المؤمنين اللي من خلفية يهودية البقية التقية من الأمة الإسرائيلية سيتهدهم. وفي نهاية الضيقة العظيمة هاودي سيكونوا بحسب الظاهر مغلوبين. ولكن لا هم غالبين. لأنه في نهاية الضيقة العظيمة سيكونوا وينضموا لنا المختطفين والراقدين الذين قاموا. وأيضا في نهاية الضيقة العظيمة سيكون هناك مؤمنين من البقية التقية اللي بقيوا أحياء. هاودي اللي حيحكم عليهم الرب يسوع المسيح لمدة ألف سنة في الحكم الألف السعيد. وهاودي أيضا غالبين. ففي صنفان غالبين. في صنف اللي حيضطهدوا ويستشهدوا في الضيقة العظيمة. ولحيموتوا. ولكن في نهاية سبع سنة الضيقة. لهم قيامة خاصة. لكي ينضموا إلينا. وفي نهاية الحكم الألف. لحيحكم الرب على البقية التقية. لبيئوا أحياء. لكي يحكم عليهم لمدة ألف سنة. في نهاية الألف سنة. هاودي كمان غالبين. غلبوا. لأنهم تلعوا من الضيقة العظيمة منتصرين. ولحيحكم عليهم لمدة ألف سنة في الحكم الألف في نهاية الألف سنة. لحيحكم أيضا جسد ممجد. لكي ينضموا إلنا في الحالة الأبدية. آمين. أخي فليب. خي فليب من أريزونا. تفضل حبيبي. زاكي أخي فليب. تفضل. أخي فليب من أريزونا. انت على الهوى حبيبي. ألو. ألو فليب. فليب عم نسمعك. عم نسمعك حبيبي فليب. انت على الهوى. تسمعني يا أخي أطا. أنا سامعك حبيبي. تفضل يا أخي فليب. فليب يبدو مش سامعني. لازم يمكن ترجع تتصل فيه. بس أخير يا أخي أطا. مس النور يا حبيبي تفضل. ياريتك نص التلفزيون. اسمعني على التليفون يا فليب. تفضل يا فليب. أنا أنا مش سامعك على التليفون يا أخي أطا. أنا مش سامعك خالص. عجيب. هل هي بتسمعني؟ أنا مش سامعك حاجة على التليفون. سامعك على التليفون. لما التليفون مش سامعك. تفضل أنا بسمعك حبيبي. تفضل. نحن سامعينك أخي فليب. المهم يا أخي أطا. مساء الخير. مساء النور. بعد ذلك أقدم الأول التحية للدكتور. أحب الله على السلامة. بقى لنا مدة كبيرة. بس معناك شي. الله يخي. ويوزع تخومك حبيبي. الله يخي. وحشنا من القلب حبيب قلب. الرب باركك. خلي لي ياك في ليه؟ واذكر صلاتك. اذكرنا في صلاتك في النهضة الجمعة والثبت الحد اللي جايين مع الأستيس ديفيد. والرب باركك. وأنا مش تابع حاجة على التليفون. يلا. أبو يسام. شكرا حبيبي والرب باركك. أبو يسام. أبو يسام عم تسمعني. أبو يسام. قبل ما ناخد اتصال. أبو يسام. سلم لي على الأسيس. لا حبيبي أنا مش تابعك. طيب اسمعني على التليفون. على التلفزيون. أبو يسام حبيبي. سلم لي أول شيء على الأسيس ديفيد فيليبوس. ومن ثم. قل له بعدت لكم. لا يقل عن 10-15 شخص للكنيسة. فخليه تمنى الأسيس ديفيد. إذا وصلوا حضروا الاجتماعات. دول الأشخاص. أمين. وأودي تولدوا ولادة في أشخاص منهم. تولدوا ولادة روحية جديدة. عبر الفضائية الأرامية. من خلال برامج المنقدمها. أمين. وخليك تتصل فيي يا أبو يسام. أخ فيليب. وتمنى أنه هل هذا الأمر صح؟ صار؟ يعني أجو الأشخاص الجدد للكنيسة. والرب باركك حبيبي. أم سرمد. ناخد اتصال من أم سرمد. تفضل. الكنترول روم من فضل. مساء الخير أخ عطا. أهلا فيك أم سرمد. خليك معي لحظة. سلام الرب يسو معكم. أهلا عزيزتي. خليك معي لحظة. الكنترول روم من فضلكون. أعطوني بريك للأتصالات. خلينا نكمل درسنا اليوم. بعد عندنا نقطة. بعد ما نخلص من أم سرمد. من ثم مناخد اتصالات. تفضل أم سرمد. رب معاكم أخ عطا. رب يخليك. وضيفك المحترم الدكتور محب. أشكر رب من أجل هذا البرنامج العظيم. لأنه هو كل البرنامج وحياتنا تتعلق بالخلاص. هو ربنا ومخلصنا يسوع. اسمه المخلص. نعم. وكثير آيات كثير تدعى الخلاص أخ عطا. بالنسبة من جال ملاك للعضراء مريم. قال ستاليدينا أبناء وتبعين اسمه يسوع. لأنه يخلص شعبه مخبايا. كذلك سجان سلطي. قال آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وإلبيتك. وكثير من الآيات كذلك لما جاءني قد يموت إلى الرب يسوع ليلا. قال له ماذا يعني ماذا عمل لكي أرث الحياة الملك وط الله. قال له لم تولد من فوق. يعني من الكريمة والروح. ما تقدر أن تكون مخلص وتشوف ملك وط الله. فحياتنا كلها بالخلاصية. أتمنى من كل إنسان يسمع هذا البرنامج. ويجب أن يوقف وقف التأمل. لأن فرصة عظيمة هذه الإنسان لكي يسمع كلمة الله والخلاص هو. لأن حياتنا واقفة على هذه الكلمة. أمين يا أمر سرمد. وطل من أجل عائلك يا أخ عطا. والربي باركك ويحفظك. ربي خليك يا أم سرمد. الله يسلمك. شكرا على اتصال. أخ محب. دكتور محب من فضلك. بعد أن نقطة أخيرة اليوم نبحث عنها. وهو المسيح الرئيس رئيس الحياة. فينا من فضلك تعلق لنا عليها بسرعة حتى نأخذ اتصالاتنا. لأن اتصالات هيئتها مزدحمة على التليفون. أعمال الرسل الصح 3 عدد 15. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار. وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه. الذي أقامه الله من الأموت. ونحن شهود لذلك. رئيس الحياة قتلتموه. أولا رئيس الحياة. أي رئيس الحياة الأبدية. إزاي يبقى رئيس الحياة هو يقتلوه؟ رئيس الحياة قتلتموه. إنه لما مات على الصليب. مات بإرادته بل بكامل إرادته. عشان كنت أقول في يوحنى 10 السبعة عشر. لهذا يحبوني الآب. لأن أضع نفسي لأخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني. بل أضحها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضحها. ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قابلتها من أبي. فقتلوه بكامل إرادته. وبكامل ما شئته. أجل هذه الساعة أنا أتيت. عشان كده يقول في لؤة 9. وحين تمت الأيام لارتفاعه. ثبت وكه لينطلق إلى أرشالين. وهم صعدين في الطريق إلى أرشالين. في متى عشرين. يقول لهم ها نحن صعدون إلى أرشالين. وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة. فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويسلموه وفي اليوم الثالث يقوم. لكن دي كانت مصرّة قلبه أن يزهم إلى الصليب وأنه يموت بكامل اختيار. الذي من أجل الصرور الموضوع أمامه زي ما بيقول في عبرين 12 احتمل الصليب مستهينة بالخزي. ومات ودفن. لكنه اقام من الأموات بقوته الزاتية. يقول انخذوا هذا الهيكت وفي ثلاثة أيام أقيمه. أقامه الله ناقداً أوجاع الموت. والروح الخدس أقامه. اشتركوا التلت أقنيم اللهوت في اقامة يسوع المسيح. عشان كده يقول فروم يا ستة عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً. لا يسود عليه الموت بعد. خلاص انتهى. يقول عنه في عبرين 7 آية خطيرة جداً. وأما هذا عن المسيح. فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزور. من ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. إذ هو حي في كل حين ليشفع فيه. حي إلى أبد الأبدين. يقول أنا هو الأول وآخر. والحي وكنت ميتك. وأنا حي إلى أبد الأبدين. ولي مفاتيح الهوية والموت. وأعلن عن نفسه. أنا هو القيامة والحياة. من آمن به ولو مات فسيحيا. وكل من كان حياً وآمن به فلن يموت إلى الأبد. رئيس الحياة. يعني رئيس الحياة؟ يعني معطي الحياة. اللي بيعطي الحياة. يقول كده في يوحنى عشر عدد سبع عشرين. خرافي تسمع صوتي. وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا أعطيها حياة أبدية. ولن تهلك إلى الأبد. ولا يخطف أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. بيعطينا الحياة الأبدية. أمين. علشان كده في يوحنى الخمسة وعدد أربعة وعشرين واللغية تمانية وعشرين. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتخل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن. دلوقتي دلوقتي عشر ونصر 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 حين يسمع الأموال صوت ابن الله أي الأموال بالزنب والخطايا والسامعون يحيون. يبقى دي إقامة المؤمنين إقامة الخطاة من قبول خطايا. لكن هيجي يوم نقرأ عنه برضو في يوحنى خمسة هذا الثمانية وعشرين لا تتعجبوا من هذا. فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتهوا فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى فيه قيامة حياة اللي هي القيامة الأولى قيامة أفضل قيامة من الأموات قيامة الأولى دي هنقوم فيها ساعة الاختطاف. لما يجي الرب يسوع المسيح ويخطفنا واللي ماتوا في القبور هيقوم. لكن فيه قيامة الدينونة وده هتحصل بعد الملك الألفي حينما يخف جميع القطاة أمام العرش الأبيض العظيم. حين إذن تنفتح أصفار وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. بس قبل ما أختم كلامي أعايز أقول أن الرب يسوع المسيح هو الحياة. أما تسمع كلمة الحياة الأبدية ليست معناها أننا نحيا إلى أبد الأبدين. لا لأن الخطاة سيصعد دخانهم إلى أبد الأبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا. إنما ما معنى الحياة الأبدية. خذ الكلمة دي خذها النهاردة ويعرفها. الحياة الأبدية يا إخوة أحباء دي شخص اللي هو المسيح. يقول كده في واحد يحنى خمسة عدد عشرين. نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابن يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. هذا هو الحياة الأبدية. أصل فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو القيامة والحياة. من أمن به ولو ما تفزحي حياة. وكل من كان حياة وآمن ما نبيه فلن يموت إلى الآبد. تعال له النهاردة. أنا أعطي العطشان من ينبوه ماء الحياة مجنة. بس من يعطش فليأتي. ومن يرد فليأخذ حياة مجنة. من يجدني يجد الحياة وينرد من الرب. ومن يخطأ عني يضر نفسه. كل مبغدية يحبون المفت. أمين. عزيزي المشاهد. سمعنا المسيح الرئيس. هو رئيس الحياة. رئيس الحياة. يعني شو رئيس الحياة؟ يعني هو مصدر الحياة. هو معطي الحياة. يعني هو نبع الحياة. وهذا اللي بنقال للياود أبو بطرس. رئيس الحياة قتل تموه. مش معياتها الحياة تقتل. هو أتل من أجل هذه الساعة. أتل لكي يعتلي الصليب. ولكي يموت. إلثبت وجهه نحو أرشليم. فانتبع راجع حساباتك خصوصا مسيحيين. اللي بيعني منتمين إلى طوافنا المسيحي. يمكن ما تكون ما يتباني إيمانك على الإيمان الأقدس. المسلم لنا مرة من القدسين. وهذا الإيمان بيقلنا عنه الكتاب. المسيح ما مات. مثل ما سمعنا من الأخ الحبيب الفاضل الدكتور محب جابريال. المسيح ما مات كشهيد. مثل ما كل سنة ينزلوه عن الصليب ويصلبوه من جديد إلى ما هناك. المسيح ما مات عن ضعف من أجل هذه الساعة أتى. والمسيح قدم نفسه زبيحة هو بملء إرادته مرة واحدة إلى الأبد. الكل كاهن يقوم كل يوم بزعب رانين عشرة يقدم تلك الزباح عينها. يعني بيقتل المسيح من جديد وبيرجع بيقيمه. كل كاهن يقوم كل يوم يقدم تلك الزباح عينها التي لا تستطيع البتة أن تغفر الخطايا. وأما هذا فزبيحة نفسك قد أكمل إلى الأبد المقدسين. فبزبيحة وحد المسيح قدم حياته لكي يعطينا الحياة. أخذ حياتي الفاسدة وعطاني حياته المباركة. كل ما يتطلب الأمر أنك تأتي بالإيمان. يقول له يا رب ما إليش غيرك. يا رب أنا سمعت أنت مصدر الحياة. أنت نبع الحياة. أنا جاي مسلمك حياتي. خد حياتي الفاسدة الماضية. أعطيني حياتك المباركة. وبتسمع هو ما سمعنا هو الحياة الأبدي. حياة الأبدي وشخص هي المسيح يسوع. يعطيك حياتي أصبح نبي الكتاب شركاء الطبيعة الإلهية. أي شركاء الحياة الإلهية. أمين؟ والآن نذكركم الخطوط مفتوحة. 248-416-1300. 248-416-1300. عندي جورج على الخط. تفضل خيي. مساء الخير يا خير عطل. مساء النور يا جورج. تفضل حبيبي. معك الأخي جورجي فرانسيس من فلوردا. أهلا بك يا خيي جورجي. كذلك يا جورج. كذلك يا حبيبي. نهور الشاشة يا دكتور محبش. والأخي عطى كثير. الله خليك يا جورج. أخي عطى مش فاكرنا. رغم أنه مرة عزمنا على ورع عناب. وضاني فيتو. لكنه ناسي. أنا سامحني إذا ناسيك. الرب يباركك يا جورج. إن شاء الله الرب يكرمنا بفرصة تانية. نتعرف عليك. نرجع نشوفك حبيبي. يعني جلسات مباركة وأحلى كلامي تقال عن شخص الرب له كل المجد. ربنا يباركك وإحنا يعني متعزين وفرحانين خالص. ودايما كده يا رب كده نسمع البرامج الحلوة دية اللي بتنمينا في الإيمان وفي النعمة. نحن منيجي في لوردا نشوفك يا جورج. نمشتقين يا دكتور سداني. خلاص. الله يخليك. الرب يباركك جميعا واستخدمكم لمجد يا سنة. شكرا يا جورج حبيبي. نعمة والسلام حبيبي. مع السلامة. مين معي؟ ألو تفضل؟ خي عطوة مسيك بالخير. أهلا مساء النور مين معي؟ معك جوزيف. جوزيف من أوتوة. أهلا فيك جوزيف. الله يسعد لي المساء. مسيك بالخير الدكتور محب. الله يخفزك. بدي وجه السؤال لأخي محب. وأنا الجمعة الماضية كنت عم بسمع عن الاختطاف. ودائما بيدور براسي هذا السؤال. المسيح بيقول أنه جئت لأكمل. ما جئت لأنقض. ما معنى هذه الكلمة بهدوء. ولي ستقدر إسمعه. وأنا ستكر خط لأدر إسمعه. شكرا يا جوزيف يا حبيب. الله يسعد لي مساءك ويوفقك ويعطيك ألف عافية. لأكمل ما هو مكتوب عني في كل كتب النموس والأنبياء. يكمل المكتوب. وليكمل النموس اللي محدش قدر يكمله غير هو. يعني حاجتين يكمل المكتوب عنه في جميع الكتب العهد القديم. هذه واحدة. التانية يكمل النموس. لأن ولا إنسان قدر أن يكمل النموس غير شخصا رب يا سؤال المسيح. نعم نعم ناخد كمان اتصال. تغريد فضلي أختي. رب معك أسيس. أهلا بيك أختي طلب. مستعيلك كثير. رب يخليكي. أنا سلامي للأسيس اللي حدك. أسيس بدي أقليك. هو أكثر من أسيس. هو دكتور طب بشري. وما زال بيمارس الطب البشري في اسكندرية في كيلو باترا. وحيطة كان بعرف عنه شوي. كان الطبيب الخاص لمحمد عبد الوهاب المطرب المشهور. فكان هو طبيبه الخاص. مهم فضلي تغريد. أسيس أنا بدي عندي مداخلة. نحن نعيش هاي الأيام مع الرب بالإيمان. صحيح أسيس؟ على هذا الرجاء نحن عايشين. فإذا المؤمن ينكسر من أقرب الناس له أسيس. شو هو يعني شو بيعمل؟ يعني كيف أنت فيك مثلا تغفر أو تسامح. وإذا الشخص المقابيلك كسرك. نعم. يعني أريد تجاوبني. لح خلي الدكتور محب. لح خلي الدكتور. لأيلي ولأولادي. أمين. حتى الرب يمطيني الصبر أسيس. أمين. الكتاب يقول فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تدبعه خطواته. الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا. وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يخضي بعد. فعلينا نحتمل وعلينا نغفر. الرب يقول إن كنتوا لتغفروا لهم قطاياكم لن يخفر لكم أبوكم السماوي. فإذا كان حد أساء إليك تعالي كده في مقطع الصلاة في عرش النعمة. قولي له يا رب اديني قلب محبة. لأن محبة الله بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس المعتلى لنا. وتقدر تسمح اللي أساءوا إليك وتغفر لهم خطيايا حين إذن سلام الله الذي في قلوبك العقل. يحفظ قلبك وفكرك. أمين يا تغريد. الشيخ صفوات معي من كاليفورنيا. سهلا فيك شيخ صفوات. بن سلفانيا صفوات. النعمة والسلام. أهلا شيخ صفوات. زيك يا محبوب. زمان ما سمعنا صوتك الحلو. آه لا. نشكر الله ربنا أعطاني خلوة. مع جناب القص الوالد صمويل مشرئي. أيوة. لكن الدكتور محب يعرفه. طبعا. نشكر إلهنا. حضرتك ما جاوبتش عن السؤال بتاع من يغلب. آه الكتاب سبع مرات في الكنايس بيقول من يغلب. هقول لحضرتك. أنا ما ختمتش الحقيقة إجابتك ما عليش يسمحني. هو كان ليه كتاب. ومكتوب في سفر الرؤية أصاح واحد وعشرين. وعدد ثمانية. من يغلب يرس كل شيء. أيوة. وأقول له إلها وهو يقول لي ابنا. شوفي أخي. هناك غالب وفي مغلوب. هذا سؤاله كان. وفي سفر الرؤية أصاحة أربعة عشر. سؤاله كان. يتكلم عن البكورة. في عدد خمسة. يا صفوات نرجع على طول إلى نفس المشروع تبعك. كان سؤاله الأخ. كان سؤاله الأخ. كان سؤاله الأخ. حبيبي شخص صفوات. الكتاب بيقول كمان. شخص صفوات. شخص صفوات حبيبي. كان سؤاله محدود. من أني الغالبين في الضيقة العظيمة. ما قال عن السبع الغالبين في السبع الكنيس وفي النهاية. ومنرجع على طول. نعرف نحن أنا وإياك. أنه في. كل المؤمنين غالبين السبع دول. لحظة صغيرة. في اختلاف. في اختلاف بمفهومك للغالبين. يلي ذكرتم في نهاية سفر الرؤية. بيننا وبينك. ولكن نحترم رأيك حبيبي. ولكن الأخ سأل سؤال محدد. في الضيقة العظيمة. من أنهم اللي سيغلبوا. هذا هو سؤاله. منعرفون السبع الغالبين. هاو دي مؤمنين. هاو دي من الكنيسة. ما ذكر عن الكنيسة. فليسانا بسؤالي مش ناقص. جوابي مش ناقص. ولكن جوابي كامل. ولكن أنت بكترح فكرتك. نحن بنتكلم عن الغالبين. يا حبيبي. أنت بكترح فكرتك. أنت بكترح فكرتك في الباكورة. نحن مش موضوعنا عن الباكورة. اللي حضرتك تؤمن فيها يا حبيبي. فالرب باركك يا شخص أفوت. نحن جوابنا بجدارة عن هذا السؤال. والرب باركك. أمين؟ ناخد اتصال آخر. ما فيش اتصال. شو رأيك بقى عن الغالبين. يلي موجودين في السبع الكنيس. والغالبين في الضيقة العظيمة. الغالبين في السبع الكنيس. كلهم غالبين. معرف. هي الكنيسة. ما هي علاقة بالضيقة العظيمة. خaut. لأنه الكنيسة لا يؤمن بالضيقة. إنه الكنيسة التي يختطف بالضيقة. إنه يؤمن بالاختطاف الجزئي. عرفت كيف؟ فليه السبب بابعنده الباكورة وغير الباكورة. فمجزأ أجزاء أجزاء فلي السبب نحن مش بصدد هذا الموضوع يا خي صفوت ما احترامنا لمفهومك لهذا الأمر أو لإيمانك بهذه الحقيقة لأن الكتاب ما بيعلمنا هاك كتاب بيعلمنا أنه الكنيسة صح الرابع من سفر الرؤية الغالبين بالكنيسة السبعة تلعب اصعر إلى هنا لأريك ما لابد أن يحدث على الأرض فحبيبي معلاش صرنا نتضارب أنا وياك كذا مرة بموضوع الباكورة وغير الباكور فمن فضلك نادي فيها مبسوط فيها التعليم ومقتنع فيه نادي فيها هذا التعليم والربي باركك يا حبيبي صفوت عندي حدا على الخط طيب باختصار أخي محب نختصر الثلاث العنوين اليوم درسناهم مع بعض المسيح الرئيس هو رئيس الخلاص وهو رئيس الإيمان أيوة وهو رئيس الحياة أيوة فضل يا حبيبي المسيح الرئيس رئيس الخلاص يعني بدونه لا يوجد خلاص وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسمه آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغى أن نخلص آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص وهنا الإيمان الخلاصي أن تؤمن زي ما قلنا بلهوته وبنسوته وبتجسده أن تؤمن أن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية أن تؤمن بالفداء الذي بربنا يسوع المسيح أنه مات من أجلك على الصليب ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ده الإيمان الخلاص ثاني حاجة رئيس الإيمان خلي بالك يقول رئيس الإيمان ومكمله شفتها باللغة الإنجليزية مع الأخ عطى الظهر كده The author and the finisher of faith يعني مؤسس مؤسس الإيمان ومكمله يعني حينما يضعف إيمانك قل له يا رب زيد إيمان ما جمه التلاميذ في إنجيل له وقال له زيد إيماننا مرات إيماننا بنضعف إيمان الثقة مرة بيبقى عالي جدا عمل مثل زي المرأة الكنعانية عظيمة هو إيمانك عمل زي ما مرة بطرس إيمانه ضعف لما مش على المية وبعدين لما رأى الريح شديدة خاف وزي ابتدأ يغرق صرخ خائلا يا رب نجني إيمان الثقة مرة نبقى عالين خالص ومرة نبقى واطين خالص فنحتاج أنه يزيد إيماننا قل له يا رب زيد إيماني وكل هقولك كلمة صغيرة كل ما تكون في مخدع الصلاة في عرش النعمة كل ما يكون قلبك مرفوع للرب يسوع المسيح زي ما مكتوب في اتنين كورسوس ثلاثة عدد 18 ونحن جميعا نظرين مجد الرب بوك مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عيناء من مجد إلى مجد كما من الرب الروح كل ما تكون في شركة مع الرب يسوع المسيح كل ما تنطبع أمجاده الأدبية عليك مجد توضعه مجد اتضاعه مجد وداعته مجد محبته مجد تقداسته تنطبع عليك فاكرين زي ما موسى لما طالع على الجبن وقعد من رب 40 يوم و40 ليلة كان جلد واكه موسى يلمع يلمع ليه لأن كل مجد الله لمعان مجد الله انطبع على واكه موسى بحيث لما نزل يكلم الشعب لم يستطع الشعب أن ينظر إلى واكه لأن جلد واكه كان يلمع فأنا بقول لك في هذا المساء خليك في عرش النعمة خليك في مخضع الصلاة داود سأل هذا السؤال واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس فيه في هيكله جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزها والحاجة التالتة رئيس رئيس الحياة رئيس الحياة نعم طيب نأخذ آخر نقطة معلاش نسمعه ونأخذ اتصال من الأخ في لي تفضل رئيس الحياة رئيس الحياة اللي هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي إلا قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات زي اللي ماته فسيحيا وكل من كان حيا زينا دلوقتي وأمن بي فلن يموت إلى الآب قال لمرسى أتؤمنين بهذا بيقولك الرب تؤمن بهذا إنه هو القيامة والحياة إنه هو الطريق والحق والحياة إلا قال أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعتش أبدا إلا قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يكون له ظلام أبدا بل يمشي في نور الحقيقة نور نور حبيبي ما أعظم أن تأتي إلى الرب يسوع المسيح وكل ما تكون في شركة معاه وكل ما تسكب قلبك أمامه وكل ما تقوله أريني مجدك سأدين يعي وريك وهينطبع أمجاده عليك وهتبقى إنسان آخر فاكرين استفانوس لما رأى السماوات مفتوحة ورأى مجد الله وابن الإنسان خائم عن يمين الله رأوا وجهه كواك ملات أنت كل ما تكون في شركة مع الرب أمين هو الله الذي بيدعيته إلى شركة ابن يسوع المسيح كل ما تختبر أمجاد الرب أمين أمين ألو فليب فضل خي أبو يسام فضل ألو ألو فليب فضل حبيبي مساء الخير يا حدث الأستيس عطا مساء النور يا حبيبي يعني أحسن بعد إزدك أحسن حاجة عملتها الدكتور محب ترفنا ونور ونور القناة والرب بارككم والرب باركك يا أخ يا دكتور محب الله يخليك الأخ فليب ويباركك أنا بس مع صوتك دايما من الأرمية كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يباركك وبرك خدمتك انت راجل مبارك على فكرة الله يبارك فيك يا حبيبي يا رب يسوع اللي فينا هو اللي من باركنا يا أخ عطا الإخوة وصلوا مباركين مغسلين بالدم من عند الأستيس عطا أهل يلوي والأخت هنا وكل عائلتها دلوقتي وأنا بكلمك الأستيس فلوبوس هو والأخ عادل هناك عندهم زيارة معاها وحنا متشكرين منك ما بتنسناش وأنا أخلي الأستيس فلوبوس يتصل بيك بكرة الصبح إن شاء الله وما تنسناش في الصلاة في النهضة في الأسبوع البائي جمعة وستة حد والرب باركك وبرك خدمتك حبيب قلبي أمين يا حبيبي وشكرا أبو سام للأخ اللي وصلني كالترقان في خير وصلني تاني مع السلام يا حبيبي مع الرب باركك يا أبو سام أخ فليب سلام لكل إخوة في أريزونا هنا أختي الرب باركك وأنا سمعت عنك أخبار طيب جبت العائلة كلها للكنيسة والرب يسبتكم يعطيكم تكونوا باركي لبعضكم البعض للكثيرين من حولكم والرب باركك يا أسيس ديفيد وإن شاء الله كمان نسمع أخبار مفرحة عن الخدمة في أريزونا ونمو هذه الخدمة أمين والرب باركك طيب قبل ما ننهي برنامجنا أخ محب نحن وصلنا عن نهاية البرنامج عندي شوية طلبات صلاة عندي باركي رح أطلب منك تصلي لهم الأحبة صلاة للأسرة أسرة الأخت سوزان والأخ موريس للشفاء صلاة لبطرس ولبن ده ابنك تكلموا لا حنحن نصلي لهم في فلوريدا صلاة لوسام وعائلته والأخ وسام طلع من شغله حتى الرب يفتح له الأبواب حتى يشتغل ويشوف تعاملات نعمة الرب مع هذا الأخ يثبت أكثر في شخص الرب لأنه الأيام صعبة اليوم أشغال ما فيه ولكن الرب قادر مسرمد طلبة نصلي من أجل عائلتها جوزيف أخ جوزيف في أوتا ويصلي لك وعدتك نصلي لك يا جوزيف ومنشان عيونك ومنشان صحتك ومنشان عائلتك فأخ جوزيف نحن نصلي لك دكتور محب ونرفعك أمام عرش النعمة تغريد أختي مثل ما ذكر لك الأخ الحبيب محب أنه نكسري أمام الرب وطلبي وجه الرب وتزللي أمامه لكي يعطيك نعمة الصبر ونعمة التحمل في اللي عم جربوا يكسروك ولكن سيدي وسيديك نكسر هناك على الصليب وعندما نكسر طلب الغفران للي كسروه هناك على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لحيصلي لك الأخ محب بعد شوية وعنده أم ليس صلاة للشفاء وأم أم سمال أم سمال للشفاء أيضا فهو الأحبة من فضلك أخ محب قبل ما ننهي البرنامج نختمه بكلمة صلاة نرفع الأحبة نرفع جميع المشاهدين اللي عم بيشاهدونا في الخمسين ولاية ويمكن في العالم أجمع أيضا فأهلا وسهلا بكم جميعا وخصوصا عم بيشتغلوا وراء الكواليس لكي يؤمنوا لنا هذه البرامج المباركة تفضل أخ محب يا ربنا الحبيب يسوع نحن ليس لنا ملجأ سواك يا رب لأن الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات يوجد شديدا نأتي إليك يا رب في هذا المساء يا رب شاكرين نعمتك شاكرين مراحمك شاكرين إحسناتك نتكل على مراحمك يا رب أنت الذي وعدت وقلت ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق انقذه وامجده من طول الأيام أجبعه وأوريخ خلاصي نشكرك لأنك أنت معنى كل الأيام يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد لم تتغير ولم يعتري التغيير ولا ظل دوران الذي كنت تقول تصنع خيرا وتشفي الذي قلت بفمك المبارك أنا هو الرب شفيك نضع أمامك المرضى رب وثقين في قدرتك الإلهية قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله يمينك يا رب معتز بالقدرة أنت القادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا بل أنت القادر أن تعفزنا غير عثرين وتوقفنا أمام مجدك بلعيب في الابتهاك الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان نأتي إليك يا رب اللي محتاج للشفاء تشفيه اللي في ضيقة مادية أنت تفتح أمامه الأبواب اللي مكتوب لم أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس خبزا أنت يا رب أمين في موعدك إحنا بنتاكل عليك يتاكل عليك لعرفونا اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب بنلقي أمومنا ومشاكلنا عند أقدامك ملقينا كل همنا عليك لأنك أنت تعتني بينا يا رب أنت مستعد تفتح الأبواب المغلقة أنت مستعد تسكب يا نبيع بركات من السماء يا رب اعمل عمل عجيب في النفوس التي طلبت أن نصلي من أجلها المريض اديه شفاء المحتاج يا رب سدت احتياجاته مكتوب في يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجل أنت قادر وأنت تستطيع وأنت لا يعصر عليك أمر من ليس لنا متكل سواء ليس لنا معين سواء نلقي همومنا عند قدميك ملقينا كل همنا عليك لأنك أنت تعتني بيه مكتوب سلم للرب طريقك والتيكل عليه وهو يجري توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد متكلين عليك رميل حمومنا وأحملنا وأمرضنا عند قدميك وانت قادر وانت سامع الصلاة وانت وعدت مهما سألتم بإسمي فذلك أفعاله ليتمجد الآب الإب إن سألتم شيئا بإسمي فإني أفعاله إلى الآن لم تطلبوا شيئا بإسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا يا رب إحنا وثقين في موعدك مهما سألنا ننال منك لأننا نحفظ وصاياك ونعمل الأعمال المرضية أمامك هذه الثقة التي لنا عندك إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئتك تسمع لنا وإن كنا نعلم أنه ما طلبنا تسمع لنا بنضع أمورنا بن إيديك أحبانا اللي قالوا إن نذكرهم نضحهم بن إيديك عبدك قال حينئذ انكلم متقل رب كل واحد قريبه والرب أصغب وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه ليتك تكتب أمامك سفر تذكرة يا رب وتعطي كل واحد حسب سؤل قلبه وإحنا واتقين يا رب أن كلمتك لا ترجع إليك فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إلي وإليه نكل مجد إلى الأبد آمين آمين أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية برنامجنا أشكركم من أجل حسن اتباعكم لهذا البرنامج ومثل ما وعدناكم بكرة بنعمة الرب الساعة 8 بتوقيت ديترويت ساعة 5 بتوقيت كاليفورنيا 8 بتوقيت ديترويت فعنا منكمل درسنا عن المسيح الرئيس اللي هو الكل في الكل له كل المجد أرجو لكم ملء البركة ولإلهنا كل المجد من الآن إلى دهر الدهور آمين شكرا لكم اشتركوا في القناة